يعني شاشة كبيرة جداً نعمل ايه؟ صنع القرار الإعلامي في مصر نتجوز بسرعة جداً وزارة الاتصالات يعني زواج سريع يعني يحصل توقامة شراكة جبارة جداً نستفيد بيها بأن الصورة اللي جاية دي أنا هستخدم الموبايل ازاي؟ صورة الاتصالاتي ازاي؟ شبكة الانترنت النهاردة بنسمع لأن الأقمار الصناعية في شكلها التقليدي حيختفي إن شبكة الانترنت مش هتبقى كابل بالزبط هتبقى ساتيلايت بالزبط كده فإنت كل الأفكار التقليدية حتتغير هل نحن جاهزون؟ هل نحن مستعدون؟ أعتقد لا ليه بقى؟ نكلم برضو بصراحة مرة تانية لأنه في مؤسسات قائمة ولكن إحنا بنشتغل في المؤسسات دي بمنطق إدارة الأزمات ننتظر الأزمة تيجي وبعدين نبدأ نفكر؟ بالزبط مش إن إحنا بنستشر في المستقبل يعني إحنا موجودين في مدينة الانتاج الإعلامي كان جزء فعلا رائع جدا أنه الدولة تفكر إنها تعمل مدينة الانتاج الإعلامي من 30 سنة أهو من 30 سنة قبل محد يفكر في الموضوع تعمل الأقمار الصناعية نايل سات واحد واثنين من زمان فإنت محتاج هذه النقلة النوعية بسرعة لأنه كل الأشكال التقليدية عندك 500-600 قناة على النايل سات بتكلمه عربي دول حيعملوا إيه؟ هو ده السؤال يعني حيعملوا إيه؟ ومين النهاردة رائب حضرتك أولا الأجيال الجديدة كلها؟ مش معنا الأجيال الجديدة أنا أولاتي موبايل وكل حاجة بيشوفوها اليوتيوب البرنامج كذا المسلسل الحلقة اللي فاتيته حاجات كده صح وبعدين أنت حتقعد مربوط ليه بالشاشة طالما أنت حتجيب المادة يعني أنا دلوقتي في حياتنا أنا بتفرج مثلا على ماتش المتعة طبعا بتفرج على ماتش المتعة لكن لا أنا عاوز أعرف النتيجة الجون الكذا بجيبه أنا بأتقل أجيب جون محمد صلاح النار بس خلاص لأنه ملحيتش أشوف ملحيتش أشوف مشغول أي سبب يعني فثورة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات والانفجار المعارفي جبارة جدا الأسف الشديد إحنا يعني كل الكوادر الإعلامية وقفة عند الإعلام التقليدي حتى كمان تلاقي مثلا معهد الإزاع والتلفزيون معهد الصحافة معهد الرامل الإقليم للصحافة بيعمل شوية يعني ضرا للرماد في العيون يقولك شوية إنما الطموح أكبر من كده بكتير جدا أنت لازم تعيد النظر في واحد مناهج كليات الإعلام إنه إذا لم ندخل عصر الرقمنة حانا تراجع يعني نسمى إن إحنا هنبقى في صناعة ترابيش بصبت كم يعني صناعة الإعلام في مصر لو استمرت بهذا الشكل يبقى إحنا بنصنع ترابيش جدا هيبقى إحنا حاجات كده الأنتيكات الحاجات القديمة يقولك ده فين أيام زي يوم كانوا بيعملوا برامج كده وبيعملوا إيه وكان فيه جهاز اسمه تلفزيون وهو أوريدي العالم محرك صحفي كبير وعارف إن الواشنطن بوست والتايمز والكذا بات إنترنت خلاص كله أونلاين وكله رقمي فيقولك يعني أنا شخصيا أصبحت مؤمن بالمقولة اللي حولها لك دي ترقمنوا تتقدموا إذا فيه رقمنا أنا وسهل تجدد أو تبدد تجدد أو تبدد فإن المجد مرهون على عقل تمرد شحيح تجدد أو تبدد إنه في النهاية حتتراجع مش حكاية حتوقف مكانك بس للأمانة